أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل المتابعين متابعي تليفزيون يوم السابع في كل مكان في هذه التوطية الخاصة والمتابعة المستمرة للأصداء الحقيقة الوسعة يعني العالم كل أصداء في كل العالم من كل الشخصيات العامة وبالتأكيد كل المواطنين كلهم يعني في حالة حزن شديد على الطفل ريان بعد إعلان وفاته النهاردة كان عندنا أمال كبيرة في لحظة خروجه أنه يخرج بصحة جيدة ويخرج فيه سلام وأمان ولكن هو الآن يعني بين يدي الله تم إعلان وفاته بالفعل بعد خروجه مباشرة واستقلاله سيارة الإسعاف زي ما قلت لحضراتكم في مجموعة جميرة من الشخصيات العامة حول العالم بتتابع يعني هذه القضية وعلقت على وفاة الطفل ريان وخليني أقول لحضراتكم أيضا آخر المستجدات أنه لم يتم تحديد موعد الدفن أو الجنازة بعد بالتأكيد عندما يكون هناك أخبار مؤكدة عن موعد ومراصم الجنازة والدفن بالتأكيد هنتبعها مع حضراتكم على تليفزيون اليوم السابق خلينا نستمر معاكم في متابعة الشخصيات حول العالم ماذا قالوا عن وفاة الطفل ريان خلينا نبدأ بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي نعى الطفل ريان بعد وفاته وقال بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره ينعي الأزهر الشريف الطفل المغربي ريان الذي وفته المنية السبتة على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه إنقاذ الطفل ريان أيضا يتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بخالص العزاء والمواساة لوالدي الطفل ريان وأيضا لملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وختم قائلا إن لله وإن إليه راجعون هذا هو الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أيضا مجموعة كبيرة من الشخصيات حول العالم تابعت هذه القضية بشغف تابعت يعني طيلة خمسة أيام كنا نتابع يعني بشكل كبير جدا عملية الإنقاذ للطفل ريان كنا نأمل يعني أن يكون بصحة جيدة بعد خروجه ولكن هذا هو قضاء الله زي ما قلنا لحضراتكم يعني أيضا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون كتب بعد وفاة الطفل ريان كتب هذا المساء أود أن أقول لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي أننا نشاركهم حزنهم أيضا مجموعة كبيرة من الشخصيات هذا هو الرئيس الفرنسي أيضا يعني بدر بنون قال لله ما أعطى ولله ما أخذ إن لله وإن إليه راجعون عدد كبير من الشخصيات العامة والمؤثرين في مجالات كثيرة كانوا يتابعون وأيضا مش بس يعني إن هما شخصيات عامة ولكن من خلفيات مختلفة من بلاد مختلفة من جنسيات مختلفة وهذا ما يعكس قد إيه هذا الشعب هذا الشعب العربي بتكلم عن كل الشعوب العربية كانت متوحدة للدعاء للطفل ريان إن ربنا يخرجوا من البقر بسلام وفي أمان بالتأكيد الدعاء لكل يعني أهل الطفل والد ووالدة الطفل بعد إعلان وفاة الطفل ريان أيضا الفنانة دونيا سمير غانم كتبت إن لله وإن إليه راجعون ربنا يصبر أمه وأبوه يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا مجموعة أخرى من الفنانين الفنانة نادي الجندي كتبت يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه يا رب في الجنة يا حبيبي الطفل ريان وجعت قلوبنا كلنا ربنا يصبر أهلك ده اللي كتبته الفنانة نادي الجندي أيضا الإعلامية بسمة وهبة قالت الله يرحمك يا ريان ويربط على قلب والديك أيضا يعني الشناوي كتب رحمة الله الطفل ريان أيضا رامي صبري مات طفل الإنسانية وهو بالتأكيد أيقونة إنسانية كبيرة أيقونة إنسانية مش مؤثرة بس في محيط قريته شفشاون الصغيرة أو حتى بلده المغرب ولكن أيضا مؤثرة في كل العالم العربي بشكل كبير جدا صحيح أنه لم يستطع النجاح بعد خمسة أيام ولكن هو أدى الرسالة كما يعني قال الكثير من الضيوف الذين يعني تحدثوا معنا من المغرب هو أدى رسالة مهمة جدا رسالة واحد الأمة العربية على شيء واحد بعدما كنا نختلف لسنوات طويلة أيضا بنتابع مع حضراتكم الفنانة شيرين عبد الوهاب كتبت لله الأمر من قبل ومن بعد أحسن الله عزاء والديه وأهل وذويه وأحسن الله عزاء الشعب المغربي النبيل ونسأل الله أن يجعله شافعا لوالديه سابقا لهم على الحوض المورود وإن لله وإن إليه راجعون ريال أيضا بنتابع مع حضراتكم الفنان محمد هنيدي كتب الأيام الأخيرة اللي عاشها من خوف ورهبة ووحدة ووجوع وعطش هذه الأيام الأخيرة في ظلام دامس لوحده وهو بيصارع الحياة وهو بيصارع الموت عفوا وبيتألم أصعب شيء في القصة كان نفسنا ترجع لأهلك ولينا وتشوف الملايين اللي مستنيينك تخرج بالسلامة إن شاء الله تكون شافية لأهلك يوم القيامة مش هننساك وبالتأكيد كلنا لن ننسى الطفل ريال لن ننسى المعاناة التي عاناها داخل هذا البئر لمدة خمسة أيام والصمود الذي صمدوا على مدار كل هذا الوقت أيضا لاعب الكرة أشرف حكيمي اللاعب المغربي كتب إن لله وإن إليه راجعون وصورة الطفل ريان بالتأكيد وعالم المغرب فيه الخلفية يعني بالتأكيد هي مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة التي تعكس اهتمام كبير للشعوب العربية وأيضا في العالم أجمع بقصة الطفل ريان الذي وفته ألمانية اليوم بعد خروجه مباشرة من البئر في عملية إنقاذ استمرت لأكتر من خمسة أيام احنا بنشكر حضراتكم بالتأكيد على المتابعة المستمرة كنا معاكم لحظة بلحظة بننقل عملية الإنقاذ لحظة بلحظة وكنا معكم أيضا بعد خروج الطفل وكنا معكم نواسيكم بعد وفاة الطفل ريان بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة المستمرة شكرا جزيلا لحضراتكم كنت معاكم هشام عبدالتواب وإلى اللقاء